ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعاً هذه الخزيفة حالياً جاهزة الخزيفة هذه محشية وخالصة؟ هذه محشية وجاهزة وركب الساعق هنا طبعاً هذا بخصوص بنفس الخزيفة هناك حشوة دافعة أو حشوة متفجرة؟ هناك حشوة دافعة هناك حشوة متفجرة فيها مادة TNT والكيماوي وغبرة النحاس غبرة الألمنيو هذه كلها مخروطة مع بعضها ومادة الكبريت وبتيجي حالياً هي العمبيع باروت أي واحدة جاهزة هذه المحشية باروت الكبسونة من هنا جاهزة تركب أسفل القزيفة نعم، هيا اسم مهمتها؟ هيا مهمتها تعطي الفجار حشوة دافعة حشوة دافعة هناك حشوة دافعة حشوة دافعة هذا طبعاً متعبة باروت نعبيه بها الكيسة نلفه عليه هنا على الخزيفة ما هو السبب؟ هذا حشوة دافعة حشوة دافعة ممكن نشوف لها أحجام هيا أحجام كبيرة هذا قزيفة الهاون مية وخمسة وعشرين وفي عنا قزيفة صغيرة عالياً عمقومة تجهيزة هي الوحدة وثمانين واحدة وثمانين هذا العيار وثمانين ومية وثمانين طيب ممكن نعرف هلها هي شاد فيها تقريباً متفجرات؟ كمية المتفجرة هي توضع حول نوز كيلو أو الأربعمائة جرام للمس كيلو أربعمائة جرام نصف كيلو والمية وخمسة وعشرين المية وخمسة وعشرين كيلو ونصف الحشوة موعد والبارود الدافع ممكن تعدنا المتفجر شاد؟ مية وخمسة جرام الحشوة الدافعة مية وخمسة جرام نعم وهذا محط له حول المية وخمسة عشرين هل هل كل المواد هي اللي تصنع كلها تصنيع محلية؟ كلها الحمد لله بفضل من الله وفضل للشباب وقائدنا أبو علي وبالتعاون آخرين مع لواء أبو بكر الصديق نحنا بنشتغل معه طبعاً نعم كله تصنيع محلي وكله بجهود الشباب والله يبارك للشباب نقول له لبشار نحن نقسف أن نصنع هدول ونضرب أكفيهم نحن تمنينا نضرب إسرائيل لو تعرف أنه عندك رجال شجعان أمياتهم أحرار ولدتهم ما أولدتهم العباد لإلك والطاغية تبعيتك والحاشية تبعيتك نعم نحن أحرار بإذن الله رح ننتصر عليك نعم بخصوص هذه القزيفة شفنا كثير شهدنا شظايا من قزائف مدفعية تكون تقريبا نفس التركيبة طبعا نعم وضمن الإمكانيات الضعيفة عند الجيش الهر أو التصنيع المحلي هاي الخبرات هاي الخبرات بقال لك على الفطرة والحمد الله والحاجة هي أم الاختراع نعم هو حاجنا لنختراع هذا الشيء لو بيعرف شعبه أنه عنده هالقوة هاي وهالفكر هذا كان استخدمنا نحن ما استخدم الغرب ليعطونا سلاح فاسد يضربنا فيه وبالاخير ما ينفجر تقريبا نعني تقريبا هالمواد هاي عم نغدم من مواد الميتفجرة برامي اللي عزدتها على المدنيين وبدرب المدنيين بقولوا عنا إرهابيين نحن ماننا إرهابيين نحن ولاد هالبلد هاي ولاد هالوطن هذا وإن شاء الله منحقق النصر بإذن الله بإذن الله يعني هالله أفردتنا تقول روسيا والصين إن شاء الله نحن من ضاهر الصين والروسيا وأمريكيا وأوروبا كلها نحن الله معنا نحن الله معنا نتكاتفوا كلهم علينا بإذن الله منصورين وبركة الشباب ما شاء الله كلهم روج عم نعب علي قائد المجموعة قائد كتبة عمر بن الخطاب ممكن تحكيننا شوي عن موضوع الهاوين وعن الصناعات هاي اللي تقدموا فيها موضوع الهاوين ما شين فارض علينا فارض نعم نعم فبتكرنا بتكار الهاوين جبنا هاوين بروسي اللي هو ثمن وغالي ومعرض ما على الشباب عادتوا فكر صناعي فبتكرنا الهاوين 80 نفس صورة طبق قصل طبق قصل طبق قصل على الهاوين وصنعه وتم بنجاح الحمدلله رب العالمين نعم وقزائف كمان تصنع على نفس الترتيب على نفس الاما خلق كنا نحكي مع احد عناصر كتيبي عن موضوع خصوصية المعدن اللي اللي تصنع يعني المعدن عم نشوف انه انه شفنا كتير قزائف من قصفات على المدنيين من كانت مراميل او كانت قزائف مدفعية تقريبا نفس العمل يلي بسمونته فونت او هاد العمل يعني هاي الخبرات ممكن اطعتوا اشواط كتير كبير ووصلت تقريبا نفس الصناعات اللي الشعب سوري منضرب فيها وهي صناعات روسية او صينية يعني هاي الخبرات ممكن تقدمتوا كتير لالامام به به الموضيع فضل الله هذا الفونت في انواع الفونت وشبابنا عندهم يعني الفكر الفونت اللي طري في فونت قاسي في فونت طري وقاسي ينشأ قسمين فهالقزيفة من فزر على التفجير ولكن الطري يتفتت ويصير يمشيها الشظائي هل بمراحل اولى انتم صنعتوا الـ 125 هذا كان فيه طبعا مراحل لماذا صنعتوا المرحل الاولى كان هو الهاونت ميلين المرحل الاولى كان الهاونت ميلين المرحل الثاني نجح تم عنا بنجاح الحمد لله ونطورنا انه هو الـ 125 نعم فيه الـ 120 فيه الـ 125 فضل الله سوونا الـ 125 الحمد لله طيب ومن ناحية من ناحية يعني القوة التدميرية او الاهداف حالان احنا اليوم بكويريتس وطريبا عمشوف مهمية عمناقا تصويرات انه عمستهدف المطار بقزائف وبصوارير قوة التدميرية ما يمكن تؤثر قوة التدميرية ما يمكن تؤثر قوة التدميرية تدميرها نعم 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 كمان من ناحية بقائد اليوم بكشتري انتهت انتهت عن الهونات ومناعرف بانتصاص قوة صواريخ من قبل من كم يوم كان فيه اتنفط موقع بديوه عن انترنت انه است داف المطار وكان به 15 قتيل بصفوف الجيش يعني بصاروخ يزل على مقرر وممكن نعرف هل انه إنه انه وانه هل تعرف أين ينزل هذا الصاروخ قبل أن نتحدث عن تفاصيله أو لا يوجد كثير دقة في مكان هبوط الصاروخ؟ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وصلاة السلام طبعاً هو خطة الهدد الراسط يرد فرق العرامي فوق كل شيء الهدف تكون طبعاً على درجات وخمسة وعبين وستين أو خمسة وستين البعض اللي عندها لحظة التصوير اللي كناها آخر مرة بمطار الفيروس كان تصوير على حوامي وفجرة الحوامي الحمد لله رب العالمين وكان في تجمع على شبيحة الأسد ضمن المطار الحمد لله رب العامين ننزل فوق مباشرةً الصاروخ طبعاً عندما ينزل في مكان بعيد من هون إن شاء الله الطيبين يكون موجودين ضمن المطار فطبعاً بدي أسر فين إبادة جماعية الخمسة عشر واحد والحمد لله الصواريخ ما شاء الله الصواريخ بتعب الصديق صارت بطير الزور وبرقى وحتى أخواننا في اللازقية كل الكتاب الموجودة في اللازقية فتعيكم من اللواء البكر خلّموا ساهم بساهم معكم بتجوا تأخذوا الصواريخ من عند البكر نعم وساهم إلي أخواتنا باللازقية لأني انتول عنكم من المنطقة العالم كثير صعبية صلكوا الامداد بس أي حدا محسن بصد اللواء البكر 60 في مريف حلب ومدينة الباب أنا جاهز إني أمدكم الصواريخ صنع أمحنا طيب ممكن نحكي شوية عن تقدم مرحلة الصواريخ يعني بالبداي شلون كانت الخبرات وشلون وصلتوا للمراهل المتقدمة وصار في عنكم الصواريخ قريباً ما شكرا تحدثوا لأخواننا وعبد الظاهي للصناعات اللي عايب استخدموا النظام على المدنيين طبعاً من الأفضل من كيميائي وما المنزيين في انتصاصيات طبعاً هي تبدأ على مراحل مباً مطالباً المتصنيع شوات غراص متفجر وشويتدافع المراحل والرابعة طبعاً بتقوم على عملية الإطلاق فالرامي للصواريخ بديكون عنده لحداسيات على الدرجات اللي عبشتغل عليها وطبعاً التصنيع ببلش على أول مراحل صاحب المعلومات كانت مع الانترنت ومن بعد عنف صواريخ قسام الأخواتنا في فلسطين كمان الله يطعمنا نوصل الأقصى ونحرر فلسطين بإذن الله تعالى وطورت المراحل اللي وصلنا لمدة 6 كيلو متر وراس متفجر 10 كيلو نعم طيب نلتي كمان قائد كذيب قادم الوليد أخي أنتو اليوم بكويروس ممكن تحكينها شوي عن موضوع القزائف أو الصاريخ على ساتفوهم بشكل عام شوي على المطار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل أهل أجمعين نحن اليوم صلنا الله مرابطين ولكن في عنا أهداف موجودة ضمن المطار هي السبعة وخمسين وثلاثة وعشرينات والقناصات بفضل من الله عز وجل فضل الشباب اللي بصنعوا الصواريخ والأغنال يعني عن نستهدف هذه السبعة لكن هذه الموجودة فوق البلوغزة بمقارات تجربة 40 كمورة متازلة إن شاء الله عز وجل عنا قريب يعني عن محد لهذه الاقترامات وإن شاء الله أن نكون داخل المطار وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ممكن تحكينا شوية عن المطار أو تحكي بمونتي على سوى مطار كويرس والله لأننا مرابطين صارنا أكثر من 3 أو 4 شهور على جبهة مطار كويرس والحمد لله أبل هونات سواريخ وإن شاء الله تمهيد وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله شيخنا بلتقينا قبل مرة وحكينا كثيرا عن مطار كويرس وفي بعض الناس بقولوا أنه مطار كويرس يعني تأخر شوية الاقتحام خلينا نكون صريحين ومبدن نكون مثل الألام السابق يعني الفترة ضمنها هي الفترة هي اللي الجيش الحرما اقتحم مطار بكون في تبريرات أنه حجم المطار كبير بكون في أنه قوات حاشدة وكون في قوات كبيرة داخل المطار ممكن تحكي لنا شوي بخصوص هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله واصحابه أجمعين وبعد طبعا كلنا نحمد الله سبحانه وتعالى أننا كرمنا وجعلنا مجاهدين في سبيله من أجل نصرة دينه ومن أجل نصرة المظلومين طبعا لا شك يعني أن الغاية من تأخير الاقتحام الاقتحام النهائي يعني أن نخرج القدر المستطاع من المطار يعني للأسف من أبناء هذا البلد الذين غرر بهم وهم يخدمون عصابة مجرمة عصابة مجرمة تقتل الأبرياء وتدمر المنازل فوق الأبرياء الذين لا ذنب عليهم نسعى أن نخرج القدر الأكبر والعدد الأكبر من أجل أن نخلصهم من مساعدة هذا الطاغ في قتل الأبرياء نعم في أمور ممكن تخبرونا حديثة رح تكون بمطار كويرس أو في عمليات شيء نوعية يعني أي شيء ممكن تخبرنا بمطار كويرس إن شاء الله ستكون بالرؤية ستكون فاجأة عمليا وليس قولا بإذن الله نعم 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 نحن لا نعتمد لا على السلاح ولا على العتاد نحن نعتمد على الله رح تستهدف بخاليا المطار شي ممكن نحن نصور بعد هد العمل يعني بعد تجهيز رح نصور المطار شنع تستهدفو انتو بها القوات هاي طبعا نحن مو نجد تعنا أول نصور مدر الصوارئ طبعا كان فيه ارتزام من أربع قطاعات من غرفة عمليات كل لواء مشاركة عليه ارتزام كل لواء بطل الصديق متزمين أقل شيء باليوم مع عشرين حشوة هاون وخمسة وعشرين صاروخ أقل شيء من كل لواء عشرين أو خمسة وعشرين صواريخ أو هاون وطبعا هاي العملية لرجم أكبر عدد لداخل المطار وصابت لقيقة إن شاء الله من بعدها محمد بطل الشيخ المفاجأة القريبة نعم معنا رح تسمحوننا بالتصوير إن شاء الله عند استهداف مطار بعد شوية سلام عليكم وعليكم السلام والله وبركاته أخي هلأ أنت المسؤول عن طلاق صواريخ دائما لعبت استهدف مطار كويرس ممكن شوية تحدثنا عن كيفية طلاق صواريخ طلاق صواريخ كنا أول ما بلجنا بإطلاق صواريخ محلية الصنع كنا طرق بداية شريط وكل واحد بواحده طرق بداية وضربة على البطارية هلأ الحمد لله رب العالمين توصلنا لطريقة إنه صارت دارة إلكترونية ممكن نطلق واحد واحده أو اثنين سوا أو الخمسة أو عشرة أو خمستاش حسب ما بدنا الموقع نضربه نعم ممكن تشرحنا شوية هذه الدائرة اللي عم تحكي لنا دائرة إلكترونية مقالة في من بطارية نعشفه نعم أزرار أمر بالأطلاق دائرة وصل الكهرباء بزر قابط واحد مع أمر طالط ومبين عليكم كل صاروخ كل صاروخ رقم واحد مش هلدور رقم واحد رقم اثنين مش هلدور رقم اثنين مش هلدور رقم اثنين يا هلأ ما في داعي مثل أول ما كنا نشوف عبتوصي أشطاء أولا كنا نقعب أغلاط والحر لا ما بقى أغلاط وأهدافنا لدي طفيل هيا صناعة محلية ولا أنتم مستوردين هيك على محلية كل تطبيق مع عدى الصواريخ ما في شي عنا ولا حتى عنا دعم حتى عمم فق من قطع الكترونية أديمية من طبق أو مساوية على حكاية الدعم وجه رسالي اليوم بمناسبة اللي عبدون لأصدقاء سوريا شعب سوريا أول ما طلعه طلب بكرامته برفع رأي تلاي ده ونحن ما منطلب من المجالس التاني اللي عبدالي أصدقاء سوريا ما منطلب من اللاشحادي وما منطلب نحن لأن كرامة الشعب السوري فوق كل شيء وطبعا نحن اللي بدي يدعمنا نعم يدعمنا بسلاح وكرامتنا وعزتنا ما بتدعين أني بعتلي شوية صمون أو شوية تغاسات أولية وقل دعمة الشعب السوري ويببازر على دم الشهداء نعم طيب هل معناها رح تسلم طريقة لتبدأ لمنطلة انه قد اقتصاد صاني نعم وقعد قد في حق أسف erste اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة